خلاص ما بقاش في حجة علشان الدوري ما ينتظمش دوري عبطال أفريكا والكون فدرالية خلاص خلصه ومصر لعبت في تصفيات كاس الأمم وخسرنا قدام أسيوبيا وبقينا في آخر المجموعة واتحاد الكورة قرر إنه يعلي على حالة التخبط اللي موجودة في الدوري علشان يوصلها لحالة تخبط أعلى موجودة في المنتخب علشان يطلع بكذا تصريح كده يخلوك ما تعرفش مين المدير الفني المنتخب دلوقتي كل الكلام ده بالنسبة لنا الناس بتلعب فانتازي ما لناش دعوه بي إحنا بنحاول نعمل الحاجة الوحيدة الصحة في الكورة المصرية وبنحاول نعمل الهدف من الكورة وهو الاستمتاع إحنا من الأحرار أنا أحمد غالب ودي حلقة جديدة من فانتازي الدوري المصري بقلي شوية حلوين غايب عنكم بس عذروني ده بسبب التوقفات اللي كانت بتحصل وبعد فترة التوقف بيبقى فيه تلاحم الأسابيع ما بنقدرش نصور لأن الفترة ما بين الجولة والتانية بيكون يوم واحد بس المهم دلوقتي خلونا نتكلم عن أهم جولة في الفانتازي وهي الجولة الـ 22 هتبدأ الجولة الـ 22 يوم الـ 4 اللي جاي هتبدأ بمباراة الاهلي وإسترن كامبني الجولة دي هتلا cultivated فيها 11 مباراة لأن فيها تريبل الاهلي والتريبل زي ما اتفقنا يعني 3 مباريات أول مباراة هتكون قدام إسترن كامبني والمباراة تانية هتكون قدام الزمالك والمباراة الأخيرة للأهلي هتكون قدام قزة المحلة وفي نفس الوقت هيكون فيه دابل للزمالك وأول مباراة في الدابل دوت هتكون قدام الأهلي وتاني مباراة هتكون قدام البنك الأهلي مباراة إسترن والنادي الأهلي لو مش متابع كويس فحابت بقولك على الرغم من إن إسترن كامباني موجود في قاعد دوري إلا إن أداءه بتلا يتحسن شوية مع بداية الدور التاني وخاصة إن علاء عبد العال بيقفل الملعب والطريقة دي تحديدا بتصعب أي مباراة على الأهلي مع موسماني وده طبعا شوفناه قدام طلاعي الجيش والبنك الأهلي وسيراميكا وحتى إنبي اللي فاز عليه الأهلي في آخر ديئة وخلي بالك الأهلي في المباراة دي مش هيلعب بالدوليين لأنهم هيكونوا مع المنتخب في المباراة الودية قدام كوريا واللعيبة دي هي محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم وآيمن أشرف وعمر السلية ومحمد مجد أفشا بس هل الكلام ده معناه إنك متاخدش حد من الأهلي؟ لأ طبعا لسه الأهلي قدامه مباراتين تانيين في الجولة ومن غير كلام كتير خلونا نخش في الصميم وهو الدريم تيم بالبداية كده مش عايز أقول كل شهاد كورة بس فعلا مباراة الأهلي والزمالك بتبقى خارج كل التوقعات وهاديكوا شفتوا بنفسكوا في مباراة الدور الأول خلصت خمسة تلاتة ونقط اللعيبة ضربت في وشنا كلنا أنا عن نفسي هختار من الأهلي تلات لعيبة أولهم في خط الدفاع علي معلوم أكتر مدافع جاب نقط لحد دلوقتي في اللعبة بواقع خمسة وتسعين نقطة وأكتر تالت لاعب بشكل عام في الفانتازي في الموسم الحالي بعد أحمد السيد زيزو وأحمد رفع التاني لاعب رشحولك من الأهلي في الجولة دي واحد من اتنين يا إما محمد شريف أو بيرسي تاو اللي هيبدأ من الاتنين وهيسجل في مباراة إسترن هيضمن مكانه في المباراتين التانيين في نفس الجولة اللاعب الثالث هو أحمد عبدالقادر على الرغم من الأداء السيء لأحمد عبدالقادر قدام الوداد إلا أننا في اللحظة دي بنستحضر الجملة الخالدة لكابتن فاروق جعفر إن الدوري غير الدولي عبدالقادر عامل أداء جيد مع الأهلي في الدوري الموسم الحالي وممكن يسجل أو يصنع في مباراة من ثلاث مبارايات بتوع الأهلي في الجولة الـ 22 التاني مطش في الجولة ما بين سيراميكا وفاركو وهنا أرشح لك تاخد محمد إبراهيم اللي بيقدم أداء كويس خاصة بعد تولي أحمد سامي مهمة تدريب سيراميكا كلباتر لو عايز تريزك قدامك صفة K مدافع سيراميكا بيزيد في كل الكرات السابتة والحد الوقتي جايد 3 أهداف الإسماعيلي والمقاولين الفرقتين في وضع سيء جدا في ترتيب الجدول الإسماعيلي في المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة والمقاولين في المركز الـ 15 بنفس عدد النقط 18 نقطة فمن الآخر هيبقى مطش لبش للفرقتين وكل فرقة هتبقى خايفة هاجم لأنه مباراة مهمة جدا للفرقتين فسيبك منه طلاقع الجيش وسموحة طرق العشري بأمانة كده خانق كل فرق الدوري بطريقته الدفاعية لكن للأمانة جايبة نتيجتها لحد دلوقتي استلم الفريق في يناير بعد نهاية 8 جولات كان ساعتها طلاقع الجيش في المركز الـ 16 دلوقتي طلاقع الجيش في المركز الثالث وده طبعا بيعكس إن أداء الفريق ثابت بقاله كذا فترة وتقدر تراهن على حد من لعبته في الجوارات اللي جاية أنا عن نفسي هختار في مركز حراسة المرمة محمد بسام حارس طلاقع الجيش أكتر حارس مرمة في الدوري عامل كلين شيد بواقع 12 مباراة وجايب لحد دلوقتي في الفانتازي في الدوري المصري 83 نقطة وفي خط الهجوم عندك بكتري بنيانجبة طرق العشري خلاص استقر إنه بقى مهاجم الفريق وبقى يعتمد عليه في طريقة اللعب ولحد دلوقتي مسجل أربع أهداف أما بالنسبة لمباراة المصري والجونا فبعد رحيل معين الشعباني وتولي حسام حسن تدريب المصري فتوقع إن أداء المصري هيتحسن أكتر الفترات الجاية لكن معرفش العميد ممكن يفاجئنا بإيه فخلينا في المضمون وخلي عندك في خط النص الياس الجلاسي وفي خط الدفاع هيسم العيوني انبي وفيوتشر أنصحكم تتفرغوا على المباراة دي لإن الفرقتين فأحسن حالتهم دلوقتي بس لو هرشح لكم حد من الفرقتين فأكيد عندك من انبي جون إيبوكا في خط الهجوم ولو عايز تاخد حد من فيوتشر فعندك أحمد عاطف عامل أداء رائع الموسم دوت وطبعا أحمد رفعت في خط النص بس لو هتسألني أنا مش أختار حد من الفرقتين لإنه هيبقى ماتش صعب جدا وهتفرج على الماتش وشكرا كده وبالنسبة لماتش الاتحاد ومصر المقصة فزيه زي ماتش الإسماعيلي والمقاولين ما تختارش أي حد منه ولو عايز تختار ممكن تاخد خالد الغندور من الاتحاد السكندري الماتش اللي بعده هيكون القمة ما بين الأهلي والزمالك في بداية الدريم تيم قلتلك أنا أختار مين من الأهلي أما بالنسبة للزمالك فأنا أكيد هختار بوب الفانتازي الموسم ده وهو أحمر السيد زيزو ولو عايز تختار لعيب تاني في يعني متاح قدامك بين شاركي والمباراة التاسعة هتكون ما بين إسترن كامبوني وبيراميدز ودي أرشح لك منها إبراهيم عاد وآخر ماتشين في الجولة هيكونوا ما بين البنك الأهلي والزمالك وآخر مباراة في الجولة هتكون ما بين الأهلي وغزل المحلة وبكده تبقى انتهت مباريات الجولة الـ 22 اللي من وجهة نظري دي أهم جولة في الفانتازي الموسم الحالي ودلوقتي هعرض لكو تشكيل المتسابق اللي فاز في الجولة الـ 21 بواقع 69 نقطة ميمو كان مفاعل خاصية نقاط الدكة ودي اللي حسبت له نقاط كل اللعيبة اللي عنده على الدكة ورهانه كان سليم لأنها لوحدها جابت له 27 نقطة أما بقى لو بتسأل عن جيزة الجولة الـ 22 فالجيزة هتكون موبايل ريدمي 10C أما دلوقتي هعرض لكو فيديو لكابتن عبدالله ياسين لاعب الماولين الحالي وباريسان جرمان السابق وهو بيختار التشكيل الأمثل من وجهة نظره في فانتازي الدور المصري طب من غير اللعبة بتاع الماولين والمداري بتاع الماولين فنبدأ من شناوي وبكراية أكرم توفيق والوينش وبادر بنون والشمال يعقوبو وفي النص سولية وديانك وعشرة عبدالله سعيد والشمال رفعت والليمين بنشاركي وممكن يعكس بعض يا عبدالله وفي رود صيف صيف كزيرة طيب أفضل مدير فني يهب جلال يهب جلال أنا شايف مدرب كويس وفرجته بيلعب كويس على طول لو بتتفرج على الحلقة وما كنتش مشترك في الفانتازي وعجبتك الفكرة تقدر تكتب على بلاي ستور أو جوجل بلاي فانتازي في الجول حمل اللعبة وشكل فريقك وتقدر كمان تلعبها على الموبايل افتح البراوزر عادي وكتب في اليور ال فانتازي في الجول وكالعادة مستني استفساراتكو عن اي حاجة مش فاهمينها في الفانتازي اكتبوهن هنا في التعليقات عن اي حاجة محتاجين تعرفوها وهنا تبقى نهاية الحلقة هشوفكم على خير اشتركوا في القناة